مدام هما بيقولوا هنحط استثناء للرئيس طب ما يحطوا كمان استثناء للبرلمان ما هم ممكن يحصل كده بس نحاولين يحطوا الاستثناءين مرة واحدة يعني واحدة واحدة علينا يبقى احنا كده ما بنتكلمش واحدة واحدة على المصري كده ما بنتكلمش في مبادئ او قيم عاوزين نرسيها بطريقة واضحة قدام كل المصريين يبقى احنا بنتكلم في مصالح لأطراف سياسية كل ما بتجد مصلحة تفشيء بتتشبس به اكثر مما لازم الأطراف تدافع مصالحها بس في حدود ما ديبقى مقبول في توافقها الستاذة سامناليان المتحدث او القائم باعمال رئيس حزب الحرية والعدالة اعلن اول امس ان الحزب يضع نصب عينيه ان يحصل على مئة في المئة من اصوات الناخبين في البرلمان القادم وان الحكومة القادمة ستكون باكملها من الاخوان وان المرحلة القادمة او الانتخابات القادمة هتكون با مئة بالمئة حكم تمكين الاخوان انا اعتقد ان دي تصريحات بتعبر عن طموح مشروع لأي حزب سياسي ليس مئة بالمئة ده يعني مش بها مئة ده مش بيفكرنا بتسعة وتسعين والتسعين وواحد حزب الوطني لا ده 100 فيتلس يعني احنا من شكل حزب هي 100 فيهم اذا المصريين ادلوا 100 في المئة من الأصوات ياخد 100% من المقاعد وياخد 100% دحقه مش احنا متفقين على ان فيه آلية هي صندوق الانتخاب هنحتكم ليه مدى من الانتخابات نازية آلية صندوق الانتخاب وحضرتك قلت في تصريح من التصريحات وانا قاعدة بذكرك ان انت قبل الاعادة انت يعني روحت ونمت وانت مطمئن تماما وفي بطنك بطيخة صيفي انك داخل في النهائي للرئاسة وفوجئت بالنتيجة طيب السقة اللي كانت في السناديق عندك والنتيجة اختلفت ايه هو طيبعا انا يعني مؤمن نحن ممكن عندنا سقة دلوقتي انا انا مؤمن بان الخير في مختاره الله طبعا كلنا مؤمن واحنا مهمتنا ان احنا نحتفظ بالامل في ان هذا البلد سيكون ملك لكل ناسه مش لحد فقط او لفصيل او لجزء او لفارد وانظلنا الحقيقي هو تمكين المصريين من انهم يعيشوا حياة كريمة والحياة الكريمة ده يات محتاجة سياسات فيها عدلة اجتماعية حقيقة وانتصار للفؤراء والمستضعفين وفيها ديمقراطية حقيقة فيها مشاركة لكن احنا في الاخر اما بنيجي نقول طيب مين يوصل للموقع ده في السلطة برلمان او رئاسة او مجلس شعبي احنا اتفقنا على ان السندوق هو اللي بيفرزه بما اتفقنا يبقى هنحترم نتيجة هذا السندوق اذا الاخوان قدروا ياخدوا 100% كما يقول ممثلهم يبقى ده حقهم مدى من الانتخابات نازية وده حق الجنة هم منظمين ومش متشرزمين ده صحيح وده حاجة لازم نحييهم عليها لكن لازم نقدم حلول جدة وسريعة عشان القوى الوطنية اللي انا بعتقد انها اغلبية مصر مش الاخوان هم الاغلبية حتى لو كانت اغلبية اغلبية مبتشرزمة حضرتك اسماح يا استاذ تنتقل من التشرزم اي الى انها توحد نفسها وتنص الجهودها في الانتخابات القادمة حضرتك التار الشعبي يوم 21 سبتمبر ان شاء الله هم مرديوش يدوكم وقفوا في طريقكم مرديوش يدوكم الاستاذ هوتنا قال لنا ان الرئيس الوزراء قال لهم ان احنا مش هنقدر نؤمن الاستاذ لانه محتاج يعني التأمين واحراسها كتير ايا كان يعني دقة ووجاهة هذا القولة لو كان دقيق احنا قررنا ان احنا نعمل مؤتمرنا في مدان عبدين في مدان مفتوح واخترنا الداخلية بهذا الامر ونأمل ان يوم الجمعة الجاي يشهد مدان عبدين حشد مصري يعني اللي مش هيعرف يأمن مدان عبدين ومش هيعرف يأمن الاستاذ والله ده الرد اللي جالنا واحنا على اي حال مش عاوزين يعني الان نقف عند النقطة دي بما ان احنا هنعمل مؤتمر تدشين التغير الشعب المصري في مدان عبدين يوم الجمعة القادمة 21 سمتمبر هتبدأ يعني فعالياتهم من بعد المغرب في احتشاد الناس وبعد العشاء هتبقى فيه كلمات المشاركين في هذا المؤتمر احنا نتمنى ان هذا اليوم يبقى يوم وطني مصري ويبقى رسالة للامل في مصر ورسالة لان فيه امكانية لتوازن في القوى السياسية لا تبقاش الكفة ميلة في اتجاه وغياب وجهة النظر الاخرى ورسالة لان العدل الاجتماعي له من يدافع عنه من هذا الشعب اللي عاوز يعيش في بيوت مستورة ميسورة وده حقه ولم يجد حتى الان ما يشبه حكته لنصيب عادل في صروة البلد